السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نتعرف على بعض المعارف الاولية والاساسية للاشتغال في برنامج ويربوينت اولا سوف نتعرف على المفاتيح الموجودة هنا اذا , هي غالبا تشبه الموجودة التي توجد في الوارد والexil هنا في شيء لتسجيل العمل ديالنا او 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 ان نفتحه عمل جديد او تقريبا نفسها اللي كان في الوارد تتعلق بالميزون باش ديال الكلمات او النصوص يعني يباش نديرو مثلا عن غا ولا نختار نوعية الكتابة يعني يكفي انني نحدد الجملة ونختار مثلا نوعية الكتابة ديالها تتلاحظو تتغير نوعية الكتابة او الحجم ديالها الى لابد نكبر الى لابد نصغر او لون ذيال الهروف هنا يجب ان نختار طريقة الكتابة من اليسار الى اليمين او من اليمين الى الاسار باللغة العربية هنا عندنا جستي فيه يعني كتابة الى الوسط او فيه من اليمين او من اليسار هنا يجب ان نختار مثلا النقاط يعني بداية الفقارات ولا هنا يعدنا مثلا شي جمال ولا اسئلة نختار لهم البداية جيلهم ايضا كي تضمن الى بيت نزيد مثلا شي فقرة اخرى هنا او بيت نزيد شي فورم هنا مثلا عندي احجام بزاف ذي الاحجام ولا اشارات غالبا الاسهم كنزيدوه من هنا من هاد فورم كنزيد الاسهم مثلا من هنا ونجي قدام هاد السهم ونكتب مثلا الفقرة اللي بيت نكتب مثلا ايضا هاد العلامة هادى زوندو تيكست اللي كنكتب فيها نعم ونختار عود تاني نفس الشي الكتابة الواسط عندي مثلا الى بيت نختار الخلفية ديال هادى الكلمة هادى هنا او ان Busse RE brought back عندي مجموعة من الواقات دياله كنختار الخلفية فيها كلمة هادى ايضا الى بيت نكبرها من هادى هادى اعجان من هادى إذن قلنا بأن أكوي هي تتعلق بالكلمات أو بالنصوص ديالنا الميزون باش يجعلهم يعني أي تغيرات بيتنطبقهم على النصوص ديالنا كتكون غالبا في هذا أكوي يعني الحجم ولا ندير اللي فورم بيتنضيف أسهم ولا أشكال هندسية ولا شي عنوان ولا أي حاجة مثلا بإطار، أيضاً لدينا غون بلساج، لا بد أن نملئ بعد خلفية جملاء وبعض نصنص لدينا أيضاً الكلور الجيل الإطار يعني هناك لون قدرنا بإطار أيضاً من الأشياء المهمة هي انسيكسيوم هذه الخانة عن انسيكسيوم تتعلق هنا بإضافة الأشياء، مثلاً إضافة الصور هاد الصور اما من الحاسوب او اماج عن العون ليني يعني من الانترنت ولا ندير وكابتور ايقران يعني كان نضغط لباش نلطقت الصورة من الشاشة ولا من الالبوم ديجل فوتو مثلا هنا ايه نفس الشي عدنا فورم هنا ايه عدنا ايقران هذه من الانترنت عدنا هنا بيت نضيف شي غرافيك يعني مثلا عندي شي ميبيانات ولا شي حاجة ايضا من الاشياء المهمة هي الصانبول مثلا نختار شي صانبول ايضا ميديا الى بتنضيف شي اوديو سواء من الحاسوب او نسجله مباشرة ايضا الى بتنضيف شي فيديو فيديو من الحاسوب او ندير شي لين ندير شي شرابي تاع فيديو اخر يعني اعيد بها الناد انسيكسيون هي ايضا تخدمو بها بزاف باش نضيف شي صوار او تسجيل صوتي او تسجيل فيديو ثم الناد كونسيبسيون كونسيبسيون هي تتعلق مثلا بالخلفيات او الميزان فورم ترغير بلون يعني الخلفيات تدل هالديابورامة اللي عندنا غالبا نختار اما الخلفيات اللي كان في الوورد او البرويربوينت هما اعطينا اللي تم هنا اياه كنضغط عليها على اليمين و كنضير اما ما بطرقو بطرقو الأشخراف أو كنضغطáb اللي بطرقو قديم نستخدم همهو المصدر نختار uh remplisage يعني نخل في نتفاصل تصفل تصفل الوون مثلا نختار اللون هنا انا وفي الأسفل انا عندي في الأسفل الطاقة يظهر طاقة يعني نطبق عن اللون أخر أو لا غير عنه بشكل واحد عندنا ايضا remplisage degradé يعني هو مكسر ايضا تشوف انه مشي بورتوكالي كامل او غوم بليساج افك ايماج يعني اختار واحد صورة يلي تكون الخلفية ندير انسيغي ونختار الصورة او موتيف دو غوم بليساج مجموعة من الاشكال هذا كلهم نختار بهم الخلفية ديال الصورة ديالنا او ديال العمل ديالنا اذا انظروا اننا الترانزيزين نرى العمل كيف يظهر في الاول مجموعة من الطرق كيف العمل ديالنا او الصورة الظرف الاول الخائنة المهمة ايضا هي هذه الانيماتيون هذه الانيماتيون نشتغل عليها بزاف وهي اللي تخلي اني نتحكم في الحركات والظهور هذا الأعمال والصور اللي قدمنا اذا بالنسبة الانيماتيون دائما نظهر الفولي دانيماتيون يعني بحلو اللوحة التعليكة بي اللي يلقى العمل ديالي اللي يامين اشنا ما التغيرات والحركات اللي ضفت على هاد العمل ديالي اولا نختار مثلا العمل اللي باشي ظهره هو الاول كنجلة هاد الانيماتيون هنا عندي مجموعة من اختيارات يعني هاد العمل كيفاش بويتو يظهر واشماتين زوم او اغراندير او اغراندير او اغراندير اغرانيك اغراندير اغراندير مجموعة الاختيارات اذا عندنا فده و اسف و Yunus و اغراندير و اغراندير 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 يعني طريقة اجد ولاد لكم اغراندير كيفاش الخروج لا تبقى اشترك كلهم يجب عليهم هنا في هذا الانيمات هذا الانيماتي نعمل عليها و لاحظوا انني اخترت واحد الحركة لهذه الصورة هذه و اظهر لي هنا الرقم واحد يعني في العمل في العرض ديالي اول حاجة هي هذه هي رقم واحد نأتي مثلا نأتي مثلا نأتي مثلا الساهم بتوليكون الثاني ندلي هذه العملية اتلاحظوا هنا رقم اثنان اذا من بعد الساهم بغيت لمغرب تطلعيها رقم ثلاثة هذه المغربية رقم ثلاثة اخر حاجة مثلا هي هذه الصورة مثلا نعم كما تلاحظوا اول حاجة تظهر هي هذه المعارف ثم الساهم ثم المغرب ثم هذه الصورة هذه افرادة ام توجد من المغرب او لا افك لابريسيدنت او لا ابري لابريسيدنت اذا مدام هي الاولى سوف نجدها او click هنا اش حل مدد للظهر ديالها مثلا جوج تواني او لا اكثر او لا اربعه او لا اخمسه يعني اش حل تستغرق باش تبقى ظهره باش تظهر هنا يعني الصوره الثانيه دائما قنا عندي هنا الاختيارات او click يعني من نضغط على حتي تخرج او لا افك لابريسيدنت دماغي افك لابريسيدنت يعني غير الظهر يظهر رقم اثنان رقم واحد قد يظهر حتي هي افك او لا ندل لها ابري يعني تسنى واحد المودة مثلا واحد المودة اظهر كما كتشوفوا واحد المودة اظهرات هنا عندي اقدر اختار لها المودة اشحال واشنستانية او لا نزيد جوج تواني او لثلت تواني اللي بغيت انايا نفس الشيء المغرب امتى اظهر ندل لها مثلا ابريسيدنت يعني حتى اظهر رقم واحد عاد غير الظهر هي نفس الشيء الصورة حتى هي امتى بويت اظهر عندي هنا ايه الطريقة باش نتحكم فيها امتى اظهر اذا اظهرنا اظهر لدينا هنا دياب بوغاما دياب بوغاما عندي فيه هنا بالنسبة لأوفيس 365 عندي فيها اشياء مهمة ايه انغروجيستخيل دياب بوغاما نسجلوها يعني انا كنعلق ودياب بوغاما خداما وكننعلق على الكلمات ومن بعد كنحصل على فيديو او نسجل غير الصوت دياري نسجل غير الصوت دياري يعني احتاج طريقة مزيانة ثم الخانات الاخرين غالبا لا نشتغل بهم بزاف يعني غير الخانات المهمة من هو الكي يعني اللي كتعلق بالنصوص ثم انسيقسيون اضافات الجدول ولا صورة ولا اوديو ولا فيديو ثم كونسيبسيون اللي كتعلق بالأغير بلان الخلفيات الخلفيات الخانسيزيون يعني مثلا الصورة كيف تظهر الانيماسيون كنشتغل عليها ايضا بزاف يعني كيفاش الحركة ديال الصوار ولا الاسهم ولا النصوص اللي عندي يعني اودياب بورانا نسجل الصوت ديالي والطريق ديالي على شيء العرب ثم من كنتهي عندي فشي فشي كنسجل بها العمل ديالي او عندي exporter